اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا لازم نوضح هذا الكلام النهاردة الحلقة كانت هتكون ان شاء الرحمن عن السؤال اللي بسقله يا دكتور يا طارق اعمل منظار في تأخري للحمل ولا اعمل حقن مجهري دايما القصة دي يعني من سنة 2000 واحنا بنتناقش بيها بعد تقدم الحقن مجهري في هذه الفترة ودايما بنقول اني ما ينفعش اني اقارن بحاجتين هم درجة من درجات التشخيص او العلاج في تأخري الحمل ما ينفعش يعني بالذات لما اجا اقول المريض دايما يجي يقول لي الطبيب قال لي انا هعملك حقن مجهري على طول وهات من الاخر هنا القرار يعني هيبقى صعب شوية هنبدأ نتكلم على النهاردة المقارنة هنبدأ نتكلم على المقارنة ما بين الحقن مجهري والسياد طب هناخد فاصل وهنواصل ناسف على هذا العطل وينكمل الحلقة هي من حلقات صحة حواء وزي ما اتفقنا او قلنا في المقدمة ان احنا النهاردة بنتناقش يا طرق اعمل حقن مجهري ولا اعمل جراحة المناظير وهنا بعض الاطباء يعني دايما بيبقى منحاز لحاجة معينة لكن احنا لازم نقول الاطباء والسادة المرضى ان تشخيص التأخر الحمل واتخاذ القرارات في علاج تأخر الحمل هي سلسلة هذه السلسلة لازم تكون متواصلة ولان المريض فعلا بينجح في بعض المراحل وبنستغني عن المراحل المتقدمة وبالتالي دور جراحة المناظير دي مرحلة من مرحلة التشخيص والعلاج وفعلا حالات كتيرة جدا جدا بتستجيب لدرجة ان احنا في بعض الحالات او في الابحاث اللي اتعملت وهو دور جراحة المناظير في حالات اللي فيها فشل الحقن المجهري يعني عينين عملوا حقن المجهري اكتر من مرة هل تتخيلوا ان هؤلاء المرضى اخدنا منهم مجموعات وعملنا لهم جراحة المناظير في منهم نسبة كبيرة جدا حصل لهم حمل طبيعي يبال احنا عايزين نقوله لا المنظار يلغي الحقن ولا الحقن يلغي المنظار لكن الاتنين يعني مراحل من المراحل العلاجية لتأخر الحمل لكن هنا طبعا احنا بنشرح للاطباء احسان اختيار القرار المنظار او احسان اختيار الحقن المجهري يعني ايه يعني لو جيه دكتور مثلا وبدأ يتكلم في سيدة عندها نوع من انواع اللي هو تأخر الحمل الناتج من مخزون المبيض الضعيف بحكم سنها بحكم عمليات بحكم اي حاجة لكن مخزون المبيض الضعيف هنا بنقول لا دكتور ما تدخلش باجراحة المناظير لان هي مش هتستفيد كتير لان الفترة العمرية اللي فيها المخزون قليل اتجه على طول الى الحقن المجهري وحاول تكون عندك تخزين بويضات او تخزين اجلنا افضل طبعا لان زمن تبقى الدكتور عارف ان اما بيكون في انهيار في مخزون المبيض الفترة الزمنية هي العامل الاساسي اللي بيعمل انهيار في هذا المخزون يعني اللي انا عايز اقوله اني ما نفعش مثلا واحدة بهذه الحالة ولا انا عايز اعملك منظار لان منظار محتاج سيدة عندها فترة بعد المنظار تكون مخزون المبيض يعني معقول وهذه الفترة هي اللي يحدث فيها الحمل لكن ما ينفعش اني انا اعمل منظار ازاي نحسن اختيار المنظار او الحقن المجهاري لكن ما ينفعش اعمل حقن مجهاري والعيانة فيها مشاكل كتيرة بدون معامل منظار ازاي يعني ازاي هدخل مريضة هعملها حقن مجهاري وعندها مثلا رشح ماء في الانبيب عندها اكياس دموية في المبيضين يعني في بعض الحاجات ما تنفعش نفرض عندها حاجز رحمي او انتقاط رحمية لا يا دكتور احنا لازم نعمل منظار الاول نهاية الحوض الى انه هو يتقبل بعد كده ببرنامج الحقن المجهاري ويزود لي نسبة النجاح نفس الكلام منظار الرحمي اني انا اشيل الحاجز الرحمي او الاتصاقات او اي او رامل في او اي حاجات معينة موجودة في البطالة الرحمية هنا زي الزوائد مثلا هنا انا بقى زيد نسبة نجاح الحقن المجهاري لكن ما ينفعش اعمل الحقن المجهاري وبعد ما يفشل اقول طب اعمل المنظار ايه يعني ازاي مفيش برنامج ييجي بالمقلوب هو ييجي بالتدرج ان هذه السيدة يتم عمل لها المنظار البطن الجراحي مع المنظار الرحم وعمل كل هي ما هو يعني لازم لها او محتاجها من المنظار البطن او المنظار الرحمي وبيديها فرصة اذا لقيت ان الظروف كويسة كلها وتديني فرصة ان يحدث الحمل الطبيعي هدخل في برنامج الحمل الفراش الطبيعي مع اهم حاجة اني انا اقنع الزوجين باني نسبة النجاح للفراش هنا نسبة عالية جدا كتير جدا بعض الاطباء لما يزهق من المريض او عايز ياخد القرار من غير ما يبدأ يتعب نفسه يقول لها بقولك ايه انت سليم وهو سليم وده تأخر حمل بدون ابدأ اسباب روح يعمل حق المجهاري ايه الكلام الخيب ده يعني هو انت عملت الفقصات عشان تقول انه حمل تأخر الحمل بدون اسباب عملت اكتملت كل حاجة للزوجين دولت للأسف هو غالبا يعني الفحص انه هو يعمل لها هربونات فقط يعمل لها صونار يقول لها بدون ابدأ اسباب هؤلاء السيدات لما نيجي نقيهم كلهم ونقتار سيدات الدكاترة اقول لهم انه تأخر الحمل بدون ابدأ اسباب ونعمل لهم منظار ايه رأيكم ان احنا طلعنا احصائية لعمل منظار لهؤلاء السيدات بنسبة تقريبا فوق الـ 25 لـ 30% فيهم هجرة بطانة الرحم من الدرجة الاولى والتانية يعني هذه الهجرة في البطانة الدرجة الاولى والدرجة التانية لا تعلن عن نفسها بيعني اعراض مرضية يعني السيدة لا تشتكب الامه ولا بألام اسنان الجماع ولا فيه ألام اسنان التبرز ولا فيه وجع ولا مغس ولا ألام الدورة ما عندهاش اي شكوى خالص كل مشكلة تتأخر الحمل لما بنيجي نعمل منظار البطن بنلاقي ان جوه المنتشر نوع من انواع الهجرة اللي هي الدرجة الاولى او الدرجة التانية اللي هي ملهاش شكوى لكن بتؤخر الحمل اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي ان احنا لا نفضل ما بين جراحة المناظير ولا اطفال انا بيبقى عنده لكن اللي اتنين يكتملوا لكن المشكلة في ايه بقى المشكلة ان بعض الاطباء المتخصصين في الاطفال الانبيب مش ما تضربوش كويس جدا في الجراحة المناظير واطباء جراحة المناظير ما تضربوش كويس او في الاطفال الانبيب فاجتماع الطبيب اللي هو يكون خبير بالاتنين بيبقى نسبته قليلة يعني النسبة بتاعته بتبقى قليلة الى ان هو يكون احد الاطباء اللي اشتغل المناظير مدة كبيرة جدا جدا وبعد كده يعني زي ماقول كبر في السن فدخل في قصة الحقن المجالي لانه اريح شوية مجراحة المناظير لكن عنده خبرة كبيرة جدا في جراحة المناظير ده الوحيد اللي ممكن يكون ماسك العصاية من نص يستطيع عمل المناظير ويستطيع عمل الحقن المجالي لكن دايما بقول ان كل واحد ليه خبرته اللي المفروض بيكون يعني عنده مدة كبيرة جدا بيعمل فيها وهو دي القصة ان اللي عنده خبرة في الحقن اطفاء الاسف اجراحة المناظير بتبقى دايما له تقنية معينة بنقول ان هو اللابروسكوبيست جراح مناظير حتى كلماته كلها بتبقى كلمات مفؤومة كل كلمة لها معنى ولها مغزة ولها دور في العمليات وكذلك اللي هو طبيب اللي بيعمل للحقن المجالي برضو ايضا بيكون خبرة عالية جدا وبالتالي يكون خبرته العالية بتكسب المريض نسبة نجاح عالية ونسبة النجاح العالية بتبدأ من احسان اختيار الحالة او المريض احسان اختيار البروتوكول من منظر بطني الى منظر رحمي ثم احسان الاختيار البرنامج اللي هيجيب له عدد مقبول من البيض بدون فرط تنشيط لهذا المبيض ثم انه هو ندخل في قصة بقى معمل الاجنة بخبرته في انه هو يستطيع يعمل الاجنة بتقنية عالية جدا جدا مايفقدش بيض مايفقدش الاجنة ثم بعد كده اعادة الزرع بنكون الطبيب المتخصص في الحقن المجهاري عنده فكرة عن نوعية البطانة الرحم دي دي مهمة جدا بقياساته المختلفة وتهيئة للبطانة الرحم وبدأنا نسمع قصص كتيرة جدا جدا في تهيئة ومختلفة البرامج من وحدات اطفال انابيب عن وحدات اخرى لكن كلها بتدور في حاجة واحدة هي ان احنا بنزود ضخ الدم ونمنع اللزوجة ونزود السيولة كلها مع الهرمونيا بالادوية الهرمونات اللي بنحسن بنوعية البطانة الرحم طيب هناخد اول اتصال وهنكمل مع بعض بقى التقنية المناظير احنا قلنا فكرة شوية عن تقنية الاطفال الانبيب هناخد الاتصال معانا لأستاذ عامر ايو فان استاذ عامر اتفضل ايو فان حظك أنا عندي المدام عمالنا أشعة بالسبغة وطلع عندها اتنين سنطية مرض ليفي ورم ليفي بعد ازن حضرتك ده بالموجات الصوتية ولا بالأشعة اللي بالسبغة أشعة بالسبغة فان والأشعة اللي بالسبغة وضحت لكم ان ده ورم ليفي واثنين سنطية ايو فان ده دكتور بتاع الأشعة اللي قالي الكلام ده ولا دكتور النسا لا لا دكتور النسا فان اتفضل هو دكتور النسى اللي قالنا انهي عم دع مرض ليفي 22 سنط против وعنق الرحم يه فاندم ايه اللي جاب دلوقتي يعني هو شافه في عونق الرحم ولا شافه في الاشعة تجويف موجود في الاشعة اللي بستبغى في عونق الرحم شاف ايه لاش أوضغط الشاف مرض ليفي مفيش حVer مع ورم ليفي في عونق الرحم ايو يا فاند وبالاشعة اللي بستبغى باشعة غافطية واشعة التلفزيونية يا فندم التليفزيونية شيء والأشياء اللي بيستبغى شيء آخر طيب في النهاية عايز ايه الدكتور؟ لابد ان تعمل عملية عشان يحصل حال عملية ايه اللي هيعملها لها يا فندم؟ ان هو الشيل الورم اللي يفده اتنين سنتي؟ ايه يا فندم وعايز يشيل الاثنين سنتي دولت اللي هم اقل من عقلة الصباع عقلة الصباع تاخد بالك اثنين سنتي ونص اه يا فندم يعني بتاع اقل من عقلة الصباع يعني لو دخل مش هشوفه بعينيه جلها قد اللمونة الكبيرة اللمونة الكبيرة هو ايه اللمونة الكبيرة؟ اللمونة عندكم في الصعيد اه اثنين سنتي؟ نعم؟ اه يا فندم جد اللمونة بالزبط يا فندم قد اللمونة دي اللمونة كده يا فندم يع دخل على اربعة سنتي او خمسة سنتي انت بتقول اثنين سنتي في الصنار والله دكتور هو اللي جلها كده طب بعدها زنسيادتك هو الدكتور ده بيعالجها علشان ايه؟ علشان تأخر الحمل يا فن ده دينا عشر شعور عشان الحمل طب هي خلفت قبل كده؟ لا يا فن وبقى لكم قديم متزوجين؟ عشر طوش عشر طوش طب هستأزل زنسيادتك يعني التوجه لطبيب اخر لاخد رأيه لان قصة انيانا اشيل ورم ليه في اثنين سنتي اثنين سنتي ونص وهو اللي بياخر الحمل يعني مرفوضة تماما الا اذا واحد انه هو جاي في مخرج الانبوبة وسددها ودي هتبان بالاشعة اني مسدودة مع الموجات الصوتية السلسيات الابعاد هقدر اشوف الورم اللي في في المكان دوت لكن نادرا انه هو يكون قافل عنق الرحم نادرا فاستأزل زنسيادتك اعادة عمل الموجات الفوق الصوتية السلسيات الابعاد والتوجه لطبيب يكون يعني رازين شوية في اتخاذ القرار مش كل حاجة يجري على عملية لان الورم اللي في الاثنين سنتي ده ما بنعملوش حاجة فضل مادام ياسمين اتفاضل يا فن ماما عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا يا سنتي ياسمين اتفاضل يا فن مادام ياسمك يا دكتور عايزة اعرف تحليل الـ FSH 13 على 30 ده كده فيه دمو بنراحة علي يا ياسمين بتقولي عايزة تعرفي تحليل الـ FSH مالو بقى الزكور بقى هرمون الزكورة عند رجالي انتي بتكلم على الـ FSH للراجل ولا للـ 6 للراجل حاضر هو طالع كم عنده جوزك 13 و 60 13 و 9 من 10 ايوه حاضر وتحليل السائل المنوي اللي عنده ايه يا ياسمين هانم يا فصل التحليل السائل المنوي ايوه في رقم في رقم طالع لا سفر خالص طيب حاضر ده لانا عايزة اوصل حاضر هرد على لسياتك حاليا طبعا هو دلوقتي القصة كلها بتقولي ان الزوج تحليل السائل المنوي سفر او زيرو وهنا لما يكون زيرو يعني المصنع وهو الخصية واقف عن العمل او ان في انسداد موجود فاحنا عشان نعرف ان في انسداد في الممر ولا العيب في الخصية للأسف تشخيص الانسداد صعب لكن تشخيص ضعف عمل الخصية هو اللي نقدر نستعين به الهرمون الهرمون اللي هو بيفرز من الغدة النخامية لتنشيط الخصية اذا ارتفع هذا الهرمون اللي بينشط الخصية معناها الخصية لا تستجيب لهذا الهرمون يعني بنقولها بنقول ان عندي التحليل الزيرو دوت اما اوبستراكتف او نان اوبستراكتف يعني ايه يانسداد يغير انسداد الانسداد لا يمكن تشخيصه لكن اللي هو انغير انسداد هو ده اللي يمكن التنبؤ به عن طريق اني انا اعمل الهرمون الـ FSH المفرز من الغدة النخامية اذا بدأ يعلى هذا الهرمون وبالتالي يعني ان الخصية لا تستجيب للعمل هذا الهرمون معناه ان فيه عيب في هذه الخصية وهنا احنا بنبدأ نكمل بعض التحليلات الهرمونية لكن غالبا الافضل الشيء هنا بعد كده هو ان الطبيب يحول الزوج الى معمل او مركز خصوبة للحقن المجهري ويتم عمل سحب مكونات الخصية بطرق مختلفة اما عن طريق الطبيب طبعا للذكورة هو اللي عارف ممكن بالابرة ممكن بطريقة معانة بعينة صغيرة ممكن بدون الجراحة ممكن بالجراح انه يسحب عينة من الخصية وهنا طبعا كل ما بياخد عينة من الخصية المعمل جنبه على طول في القضة اللي جنبه بيقوله دي فيها حيوان دي ما فيهاش خد من المكان ده لو كان خصب ومليان حيوانات الحيوانات اللي تتاخد دي او العينة اللي تتاخد دي فيها حيوانات بتبدأ يتم تخزينها ويتم استخدامها في الاجزي او النوع من انواع التلقيح المعملي او الحقن المعملي وبالتالي ان افضل شيء هنا هو التوجه لمركز خصوبة لاخد العينات بطرق مختلفة او بمراحل مختلفة في معرفة موجود حيوان منوي ولا ما فيش لكن هذا الرقم طبعا يعني بنقول في اعلى الطبيعة امو علاء اتفضلي يا فن امو علاء اتفضلي وراحت فين امو علاء يا علي طب دينا مقعد ماشي حاضر اه قبل ما ندخل في خضام الموضوع طبعا ان شاء الرحمن يوم الخميس القادم والخميس والجمعة والسبت هنكون في مستشفى عرابي التخصصي في مدينة مرسى مطروح لاستقبال كل اهالي مدينة مرسى مطروح في مستشفى عرابي التخصصي وطبعا اجراء كل انواع العمليات المختلفة لامراض النساء في هذه المستشفى مستشفى مكتملة بكل كل الامكانيات العالية جدا جدا كمستشفى دولي طبعا لجميع الجراحات وان شاء الله نقابل السادة المترددين يوم الخميس وجمعة في مستشفى عرابي ان شاء الرحمن الاسبوع القادم ام يوسف السلام عليكم يا دكتور اهلا وسهلا يا ام يوسف اتفضلي ام يوسف 24 سنة وده 24 سنة يعني جوزة معايا ايض ثلاث سنين وامتدمع يعني فطمته وحاصل معايا على طلب السمرار النزيف يعني انت سنة كم سنة يا ام يوسف سنة كم سنة 24 وامخلفة ولد ايوة واسمه ايه يوسف يعني انت سموك ام يوسف على يوسف تمام وسيلة منع الحملة ايه يا ام يوسف لا انا يعني رداست ومكنتش باخد اي وسيلة عمرو الدين لما زيت ثلاث سنين وسيادتك والد طبيعي ولا قيصري طبيعي والدورة بتجيلك بنزيف كتير الدورة بتيجي ثلاث مرات بالشهر لا اربع مرات على طول اه يعني هنا الترابة دورة بصورة انها متقطعة بتيجي مرتين او تلاتة في الشهر تمام اه يبتيجي بصورة متقطعة انكم تكسر تقود اسبوع وترجع تاني تمام خمس ايام وترجع تاني تمام لا اعملتي موجات فوق الصوتية سلاسية الابعاد يا ام يوسف لا عملتي موجات فوق الصوتية لا انا كنت بروح رحت عندي زكاتر كتير وفي دكتورة جات لعندي الكسر مية وتعرفت منه وبعد كده جاله لعندي الكسر في المبارد هو اللي عمل لك لخصة انا في الهرمونات يعني حضرتك طيب حلوة يعني الشكوى الاساسية تأخر حمل ولا اضطراب الدورة الاثنين يعني اضطراب الدورة واتأخر حمل طيب بعد اذن حضرتك طبعا ما يكون في اضطراب في الدورة ومصاحبها تأخر الحمل على الطبيب امراض النساء انه يفحص حضرتك جيدا وانه هو يبدأ يعمل برنامج التحليلات الهرمونية عشان يقدر يعرف ان الاضطراب دوت على مستوى المبيض ولا على مستوى بطنت الرحم ده هيبان جدا طبعا بالفحص والتحليل والموجات الفوق الصوتية هنعرف ان الرحم ليه بيظهر الدورة عنده بصورة مضطربة لانه هو بيبقى الرحم غصبا عنه اما اطرافي الهرمون نتيجة اطرافي برنامج التبويض او هو الرحم نفسه جواه بعض المشاكل اللي هتبان بالموجات الفوق الصوتية وبالتالي لازم الطبيب انه يعمل فحص جيد ويبدأ يعمل برنامج التحليلي الهرموني ويتم عمل سلاسي الابعاد لفحص التجويف الرحمي والرحم بالكامل طبعا احنا النهاردة قصة ان دايما الحالات تبقى بتشتكي من اطراب في الدورة زي الحالة ام يوسف ومصاحبة تأخر الحمل ده قصة لازم الطبيب يعرف يعني يحط السيدة بعمرها هذا العمر الكادر 24 سنة بتعاني من اطراب في الدورة وتعاني من تأخر الحمل اول حاجة طبعا ان هو لازم يتم سمع كل الشكوى بتاعتها ثم الفحص الجيد وعمل موجات الفوق الصوتية ثم المهبلية وعمل التحليل مهم جدا ان السيدة بعض الاحيان في الحالات دي احنا بنشوفها في اقاليم قال ايها بتستخدم بعض وسائل تنظيم الاسرة ومش واخدة بالها يعني حقنا كل 13 شهر مرة اخدتها وهي العاملة اللخبطة دي كلها اطراب في اخد اراث منع الحمل يبقى لازم يسألها السؤال انت مركبة لو لا انت بتستخدمي اي وسيلة منع الحمل يبقى يلغي كل برنامج استخدام وسائل تنظيم الاسرة ده يقول له ان ما فيش حاجات خارجية بتؤثر على عمل الرحم وهنا يبدأ بقى لو هي ما فيش اي وسيلة تنظيم الاسرة وفي نفس الوقت بتعاني من اطراب الدورة وتأخر الحمل يبقى القصة يا اما عن طريق المبيض باطراب في خروج البويضة او رحمية باطراب في وجود الوظيفة الرحم ناتج من بعض الاشياء العضوية اما زوائد رحمية او ورم ليفي هيبنجب واضح جدا عنده في الموجات الفوق الصوتية المدام اسماء هلو السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا فان لو سمعت يا دكتور انا حامل ابقى لي عشرين يوم في استاد يعني النهاردة ده اول حمل لك يا اسماء لا ده فادس حامل بس الخمسة القابل يوم كانوا يعني انتهوا باجهاد ما حصلش نصيب فيهم يعني برحة علي يا اسماء يعني انت حدث لك حمل خمس مرات اه بس عن حمل مجهري يعني مش طبيعي يعني الخمس مرات عن طريق الحقن مجهري اه تمام ولم يكتمل الحمل وحصل فقدان للحمل اه كان بيع كان يعني كنت بعمل ربط في عونق الرحم وعونق الرحم كان بيفتح ما كانش بيكمل كان بيحصل ودى مبكرة في الشهر الخامس يعني طب انت خطيني لمجال تاني خالص يعني حدوقتي اللي انا فهمته من سيادتك ان كل الحمل الخمسة اللي فاتوا عن طريق الحقن مجهري واحد اتنين ان معظم الفقدان الحمل بعد الشهر الرابع وبداية الخامس تمام لقال نسيادتك الاطباء قالوا لك نعمل الربط عملتي كم مرة ربط وتم فقدان الحمل مع هذا الربط مرتين في الخمسة يعني مرتين عملتي ربط وبرضو نفس الكلام حصل اه حصل برضو يعني حصل اخر يعني اكبر حمل حصل نزل فش كانت اول السادس اول السادس تمام يا فندم اللي عملك الربط اول مرة هو بتاع تاني مرة اه لكن اخر مرة مش هو انا حدين دلوقتي حصل طبيعي من غير حاني بجالي حصل حمل الواحد كده يعني عملتي خمس مرات حقني مجهري وماكملش والوقتي حدث حمل طبيعي اه عشانا كعين تكيز عام بضايد من درجة شديدة لما خست بعد الحاني المجالي لما خست هت عشرين كيلو حصل حمل طبيعي الواحد طب ياريت تعيد الكلمة دي تاني كده عشان السادة مشاهدين يسمعوكو يبقى انت بتأمني على كلامي بالكامل حصل حمل خمس مرات على حاني مجهري بس لما خست عشرين كيلو حصل حمل الواحد يعني يعني متهيق لي كده انت قلتها مرتين للسادة المشاهدين ولية وانا مبسوط جدا ان انت قلتها معناها انك انت بتأكدي على العلم اللي احنا بندرسه لأطباء اني لا داعي للاستعجال لقرار الحقن المجهري لاني ممكن اعالج السبب ويحدث حمل فراش بمسته انه بدون مقابل مسته وقت ما انت عايزة يحدث الحم مسته ان ممكن هذا الحم دائما بيبقى اقوى او يعني انه هو سباته بيبقى افضل ثم التعدد بتاعه هو ده الاجمل والاجمل دلوقتي بقى ظروفك انتي عاملة ربط لأ انا حاليا ما عملش ربط بس النهار ده رفت عملت اشعة في السريبي انتي حمل فد ايه حمل فد ايه انا كده بقالي عشرين يوم في السادس في السادس او عشرين يوم في السادس طب ليه ما عملتش ليه ما عملتش ربط يا مدام عشانا عندي الاتهابات وكل مرة انا بيقولوا الاتهابات بت يعني بتفتع عنق الرحم يعني مش بتنفع للربط مع الاتهابات لا لا انتي محافظة ايه يا بنتي انا عايزة في اسكندرية مع اني اه دكاتر الاطباء في اسكندرية شطار جدا يعني ما ظنش ان فيه طبيب من زملائنا في الشاب بيقول هذا كلام ما انا كنت بعملها في الشاب دكتور ما انا كنت بعمل ربط برضو في الجيف الجام مستشفى الجامعة في الشاب والله يا بنتي انا مش عاف اتكلم ولا اقول حاجة طبعا لكن احنا يا بنتي الربط طبعا بالنسبة لك المشكلة اللي عند حضرك ان غالبا فيه مشكلة في عنق الرحم اما هذه المشكلة وراسية يعني مولودة بعيب خلقي في الرحم بسيط مصاحبه ضعف في العضلات عنق الرحم او ان عضلات عنق الرحم قصيرة او رفيعة او ضعيفة كل ده معناه ان لازم يتم ربط بالطريقة الصحيحة وليست الربط السوئي اللي هم بيعملوه وبالتالي احنا بنعتذر لكن كان المفروض في هذا الحمل الطبيعي برضو ان سيادتك تعملي ربط اتفضلي ايه سؤال بقى انا نهاردة وفت عملت اشياء السري دي الدكتور قالت لي ان عنق الرحم قصير ما انا قولك الحضرتك عنق الرحم قصير ده خلاص يا فندم ده ما فيش منه وفر وبعد كده بيبدأ ايه الحل يعني ما هو يا بنتي انا انت قلت كلمة وانت بتكلميني ان الاطباء قالوا لك الالتهابات ايه ليه ليه عنق الرحم دوت يا فندم بيدخل السيدة ابتداء من الشهر الخامس او السادس في ولادة مبكرة ليه السبب هو ان هذا عنق الرحم المفروض ربنا خلقه في حجم معين تقريبا هذا الحجم بيبقى مغلق ببلغم او مادة لازجة جدا هذه المادة قوية تمنع اي دخول اي مايكروب وبالتالي عنق الرحم لو كان فيه اصابة او يعني مفشوخ مقطوع او ان هو قصير قوي او ان هو فيه عيب مرهرة مش قادر يمسك نفسه بيفقد هذا الحاجة اللي سداه وبالتالي هيبقى ميكروبات المهبل معظمها او بعض الميكروبات اللي هي بعدها مادة معينة من مجرى البول تعمل التهاب في الكيس المغلف للجنين هذا الكيس لما بيحصل له التهاب بيبدأ يحصل له نوع من انواع التهيج الرحمي ثم انفجار الكيس نزول المية قبل اوان ونزول الطفل والشرط ان هذا الطفل بينزل صاح لازم لان هو العيب مش فيه العيب في الحواليه وبالتالي افضل لحضرتك الفترة عدت خلاص في الربط فهتروحي للطبيب من اساسة النسا زملائنا هيبدأ يفكر جديا في عمل ما يسمى الربط الطبي في حاجة اسمها ربط طبي يعني ايه ربط طبي الربط الطبي هو اني انا بدي بعض الادوية تحاول تمسك العنق الرحم تخليه ناشف جدا تزود لزوجة البلغم في عنق الرحم ثم بيديكي بعض المضادات الحيوية بعض الاطباء بيعملوا مزرعة الحساسية للمحبل من جوه وبعض الاطباء بيديوها الادوية لكن لازم تخدي هذه الادوية لاخر شهر الثامن مهم جدا جدا يخلي ان المحبل بيعالجه بطريقة موضعية بادوية وتشطيف وحاجة ضد الميكروبات ثم لازم ادوية عامة تخديها على الفم او الحؤن عشان نقضي على كل ميكروبات اللي ممكن تهاجم الكيس الجنين مفيش بديل الا كده اللي انك هتدخلي في ولادة مبكرة طيب دكتور انا من اول حامل ماشي على كريم مهبالي كريم دافيرت وماشي على مريزول وماشي على اجمانتين من اول حامل جد وقتي ماشي على العلاق ده انا موافق تماما كده ممتاز ممتاز بس الفرازات برضو دكتور مش بتخلص عند الفرازات بتنزل يامة وبتعمل لي الم الظهري من تحته مو يا فندي مرضو لازال يبقى مزرعة حساسية يا فندي لازم يعمل مزرعة حساسية لان في بعض احنا معروف عندنا ان فيه ميكروب مشهور او اسمه جيمس اللي هو جرام بوصل في ستريبتو كوكل ده دائما بيهاجم الكيس الحمل وموجود في المهبل وهو ده اللي بيعمل اصابات متعددة لكن في بعض الاحيان بيلاقي ميكروب تاني خالص وده اللي هيبان توقفي كل مضادات الحيوية والحاجات الموضعية اللي هي المطاهرات ويبدأ الطبيب ياخد عينة ويبدأ يزرعها ويشوف نوع الميكروب اللي هيتعامل معاه ده مهم جدا جدا طب انا وزنه البيبين نهرة دكتورة بتقولي 800 جرام يعني انا ودخلت في السابع موكل البيبين يعني حاصل ما ده ممكن يعيش عايزة ايه بتقولك الدكتورة انا وزن البيبين 800 جرام حال النهار ده لا طب هعمل ايه بالتمنمية ده عايز يعني مركز اطفال مبتسرين يكونوا شدات كويسين اوي مشكلة لان عندي مشكلة مش يعني نضوك بعض الاعضاء طبعا بالنسبة للرئة دي لسه ما فيش ندوك نهائي فيها لكن هنا مشكلتي في بعض اكتمال بعض الاعطاء زي المخ اكتمال وظيفيا ده مهم جدا فانا هنزل بيبي عمره وزنه 800 جرام محتاج مركز من مراكز الاطفال العالية جدا جدا واللي بيدوروها اطباء وليست حاكمات مينفعش ده لازم محتاج هذا المركز عشان وبعض المراكز هنا ممتازة بتجيب نتيجة حلوة لكن انصحك اني انتي تستنفذي كل قوتك اني انا اكمل حضرتك الحمل الى شهر الثامن وابدأ اقرر اني انا اساعدك في الولاد ده مهم جدا تمام لكن الياجب برضو ان تعدي تعدي لاستقبال هذا الطفل في مركز كويس وانتي فكرتيني بما احد الامثلة اللي تقالتلي في الخارج عن هذه الحالة وهي بتقول ايه ان لو في حجر القية من فوق الصخرة لا تحاول منعه ما تحاولش منعه لانه هيضمرك بل حاول استقباله يعني جاهز نفسك لاستقباله لكن ما تحاولش تمنعه يعني لو سياتك دخلت في الولادة مش هقدر امنعها نهائي نهائي لكن اجهد نفسي في احسان استقبال هذا الطفل في مركز للاطفال الانبيد اسف لاطفال المبتسرين مدام مرفت اتفاضلي يا ست مرفت الو مساء الخير يا دكتور اهلا وسهلا يا ست مرفت اتفاضلي يا فن مساء الخير يا دكتور مساء النور مساء الخير تاني مساء الخير يا ستي يا علي طيب احنا قسفين احنا ازعجناكي لكن مساء الفل نكمل القصة يعني السيدة اللي كلمتني دلوقتي حالا وعندها فقدان حمل في فترة يعني غالية جدا اللي هي بدأت تحس فيه بالحركة العيل وبدأت تحس ان العيل جواها وبدأ يعني تعرف ان فيه طفل وينبض وتخبطها في الشهر السادس دي وهي دي للأسف عنق الرحم ما بيقدرش يعني يتعامل اما يكون فيه اصابة او فيه ضعف جامد هذا العنق الرحم ابتداء من الجنين يكون وزنه 500 جرام اول ما يزيد من 500 جرام فطالع الفترة دي حساسة جدا عند اي دكتور نيسة ولادة ليه لانها فعلا بتكشف هذا عنق الرحم عنق الرحم هو مش قصة انه بوابة لا هو قصة انه جهاز جهاز كامل لحماية هذا الجنين وبالتالي الجهاز دي اجزاء كتيرة جدا بداية من عضلاته نفسها هو ما فيوش عضلات عشان الناس اللي بقى عارفة ما فيوش يعني خلايا عضلية نهائي ده معمول عنق الرحم من خلايا قصة به هذه الخلايا لها التكوين ان تحت الهرمون الحم تزداد صلبا ده مهم جدا رحمة ربنا ان كل ما الهرمون الحملي يزيد كل ما عنق الرحم يزداد صلبا طب عنق الرحم لو كان اصلا مش موجود يعني دي صغير جدا ايه لا ينفع عنق الرحم موجود بالكامل بس ضعيف زي الراجل الطويل زي جدا لكن لو نفقت فيه يقع هو هو اذا عنق الرحم مهم جدا انه هو مش قياسات يعني بعض الاطباء بيعتمد على نقول اعتمد على قياسات قوي في وظيفة مشكلة جدا الوظيفة معه بيظهر دائما مع العيوب الخلقية في الرحم نفسه يعني ممكن لقى عنق الرحم شكلا كويس التجوين بتاعه معقول عضلاته معقولة المسافة بتاعت العضلات مش وحشة الطول بتاعه كويس لكن برضو بيحدث عنه انه فقدان هذا الحمل يبقى اذا وظيفيا ده مهم جدا جدا العنق الرحم للحفاظ على الحمل واكتمال الحمل لاخر الشهر التاسع مشكلتنا ان هنا السيدة اضافت حاجة غريبة جدا حاجتين اتنين في كلام بتاعها اول حاجة لاستعجال عمل البرامج الحقن مجهاري خمس مرات وفي الاخر هي حلس لها حمل طبيعي وده بيؤكد كلامي تماما ان يا جماعة شخص صح عالج صحة توصل انتيجة ممتازة لا داعي ان انت تبدأ من الاخر وتقول ارجع تاني بعد كده حاجة تانية ان تم عمل ربط ليها خمس مرات صعب اوي 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 يعني في اي مكان في مراكز علمية زي الجامعة او عندنا في جمعتنا او اي حاجة ما ينفعش هذا الكلام لازم الاستاذ هو اللي يعمل الربط الربط له تقنية معينة مش بالطريقة اللي هو لك ده غرزة ودي مش عارف ايه ده هو ان الطبيب عشان يحدد المكان اللي يحط فيها الشريط او المكان ده محتاجة تدريب سنين عشان يحدد المكان اللي يحط فيه الربط دي لوحدها معظم الاطباء ما يعرفوش ده الشريط ده يتحط فيه النوعية العمل الشريط في عونق الرحم محتاجة تقنية وتدريب مع اطباء كتير جدا جدا عشان يستطيع التعامل بوضع الشريط في سيدة حامل ده مهم اوي طبعا انا بشكرك على هذه المعلومات اللي انتي قلتيها ودي طبعا فجرت مواضيع كتيرة جدا واللي هي قلته ده كله بقى حاجة غريبة جدا احنا عملنا بحث علمي في الجامعة من حوالي بفوق العشرين سنة السيدات اللي عملوا ربط وفقدوا الحمل خدناهم كلهم اول ما حدث لهم حمل عملنا لهم التقنية بتاعت الربط اللي احنا المفروض بنعملها سماشي لوتكار بطريقة جراحية مجموعة عملت من تحته مجموعة عملت عن طريق البطن ومجموعة عملت بالمنزار عن طريق البطن يعني تقنية عالية جدا جدا لقينا ان التقنية بعد عملها عن طريق البطن علمتنا تقنية حلوة لقينا ان احنا نقدر نعمل اللي هي عن طريق البطن بنعملها عن طريق المهبل من تحت بنوصل لنفس المكان ونوصل لكل حاجة دي اللي علمنا مين من منازير علمتنا ازاي نصل الى مكان ممتاز جدا نحط فيه هذا الجهاز او الشريط وبالتالي السيدات دولة لما بدأنا ان نتعامل معهم اللي عملوا اربع خمس مرات ربط وفشلت عملنا لها ربط نسبة عالية جدا جدا اكتمل الحمل للتاسع ويمكن كل السادة مشاهدين في منهم كتير قوي بيشايفون الوقتي عملنا لهم هذا النوع من الربط بعد فشل الربط اكتر من مرة وحدث لهم تكملة الحمل ويمكن خلال الشهر اللي فات مجموعة كبيرة جدا في مدينة مرسى مطروح اللي عمل ربط اربع مرات والي عمل خمس مرات وعمل أرقام غريبة عملنا لهم كتير جدا مجموعة احنا مجموعتنا الربط وكملة الحمل وفي منهم ولدوا خلال الفترة الشهرين اللي فات والفترة اللي فاتت وماشاء الله الحمل اكتمل للشهر التاسع اللي انا عايز اقول دي حاجة الحاجة التانية اللي هي الاثارتها مجموعة السيدات اللي هي عملت الحقن المجهري بدون ما عمل البرامج لعلاجها خدنا مجموعة فيها فشل فيها الحقن المجهري وبدأنا نتعامل معهم نشوف سبب الفشل وبدأنا نعمل معهم منظار رحمي ومنظار بطن ونشوف دور هذا المنظار بعد فشل أطفال الأنابيب وكيفة ان السيدات اللي عملنا لهم مجموعة المناظير دي اتقسموا الى اتنين مجموعة حدث لهم حمل طبيعي حمل فراش ومجموعة تانية اللي ما حبلتش حملت وكملت في الحقن المجهري بعد كده هذه دي الأبحاث العلمية اللي احنا عملناها وشاركنا العلم كله والحاجة الحلوة ان كل اللي احنا وصلنا له العلم كله وصل معانا لهذه النتائج لكن في بعض الأسئلة المحيرة مش عارفينها يا طارع لو انا عملت منظار للسيدة ومعملتش حاجة لها خالص ايه اللي حصل لقينا انه في نسبة الخصوة زادة هذه علامة استفهام عليه وبعض النظريات كتيرة جدا جدا اللي بتفسر زيادة الخصوة بعد عام المنظار الله اعلم زي ما كنا قبل كده السيدة ما هيحدث لهاش حام تعمل أشعة بالسبغة تقولك دي حاملك الله ده بعض السيدات تقولك كل معاوز احمل اروح اعمل أشعة بالسبغة بدأنا ان ندور على أسباب مختلفة وطلعنا بعض الأسباب والنظريات بناء على كده ليه ان بعض السيدات خصويتها كانت بتزيد بعد عمل الأشعة وليه بعض السيدات خصويتها بتزيد بعد عمل المنظار الرحمي البطن أسفل لغاية دلوقتي حتى في بعض النظريات اللي طلعة والأبحاث ليه لما كانوا بيعملوا منظار الرحمي وبعض يفكروا الناس يقولك أخذش البطن الرحمية أشير مش عارف ايه قام ليه التعامل مع البطن الرحمية بأسلوب متعدد لو ان الجنين بيثبت وبيكمل مش عارفين ما هو التفسيرات مختلفة طالما فيه تفسيرات مختلفة أو نظريات يبقى إذا ما فيه سبب واقع وبالتالي كل العلماء بيشتغلوا على العالم كله إزاي؟ يحسنوا من الخصوبة يصلحوا من استقبال المكون الجنيني يحسنوا إن الحمل يكمل يحسنوا الحمل يستمر إلى نهايته وبالتالي دل أنا بقوله إن السيدة اللي كلمتني دلوقتي من اسكندرية لخاصت لي كلام بنقوله للأطباء تقريبا ممكن فاربعة خمس ستة شهور الدور اللي حقني مجهاري ودور البرامج المختلفة ودور زي الربط وكلام منه يمكن أنا أحاول أجيب لكم بعض الأفلام إحنا عملنا الربط بالمنظار إزاي؟ فاكينا الربط بالمنظار إزاي؟ وعملنا الربط اللي هو عن طريق البطن إزاي؟ وغيرنا الربط لطريق البطن عشان ما نفتحش بطنها إزاي عملناه عن طريق المهبل؟ وإزاي بدأنا نضرب أجيال بإنه هو يعرف في فكهة مش هقول لي كيف يعملها؟ أنا عايزه بس يعرف في فكهة وبعد كده اللي بيعرف في فكهة ده هو غالبا ساعد في العملها وبالتالي يمكن على مستقبل هيكون أحسن مني جدا في إجراء هذه العملية الربط على الرحم برضو نكرر مرة أخرى إن شاء الرحمن يوم الأخميس والجمعة والسبت القادم بإذن الرحمن هنكون في مستشفى عربي في مدينة مرسامة روح حلقة صحة حواء إحنا شايف كده الوقت كده بدأ يخلص السيد طيب أتمنى أني أنا لما باجأتكلم اللي أنا بقوله ده عايش بي في كل بيت مصري في كل بيت عربي بتعاني الزوجة من تأخر الحم بتعاني السيدة من تكرار فقدان الحم بتعاني السيدة من فشل بعض العمليات يعني النهاردة جات لي أحد السيدات من وجه إبلي طبيب عمل منظر وعمل منظر بطن ومنظر رحمي والله كاتب تقرير هو حلو علميا ليا لكن مصعب قوي كلمتين لا ادها السوانة ولا ادها الشريط ولا عارفه عمل ده ولا ما عملوش أنا برضو دايما إحنا بنكتسب الثقة بإيه يعني ليه أن أنت مفروض أنا أكتسب ثقتك بإيه تكتسب الثقة بالمعاملة أني أنا أتعامل مع المريض كل حاجته أعملها له أعمله التقرير أعمله الاستوانة أو كل حاجة وضع أن التقرير هو هو الاستوانة أدخل بالمنظر أعمل كل شيء وأجهد نفسي في عمل المنظر إلى أن أصل إلى اللي بيوله أفضل وضع موجود للمريض لكن لما أنا النهاردة أتجي لي سيدة عاملة منظر معيش ورقة أو معيش استوانة ده شاري دماغه وطبيب تاني إذا ما إحنا قلنا كاتب لي تليغراف كده بالألم إيه اللي كان فيها أو إيه اللي عمله أنا موافق إنك إنت أستاذ موافق إنك شاطر جدا جدا موافق إنك أحسن مني ألف مرة أنا ما قلتش لا لكن عايزك أنا نفسي أثق فيك السيخة تيجي منين من إن سيادتك تعلن عن شاطرتك بالسطوانة عشان بس أنا أشوف إن المريضة دي محتاجة منظر تاني ولا مش محتاجة ولا الباب ده تقفل وانقلها حقني أنا مش عارف وبالتالي هي دي المشكلة اللي بناشد للأطباء الاستوانة يا دكتور مش هتكلفك 4-5 جنيه بعد إذنك هي لو إنت خايف منها تفضح عملك دي نصيبة تانية لكن لو إنت عايز تعلن عن نفسك إنك شاطر الاستوانة بتلف ما بين الأطباء هتعلن إنك إنت شاطر وممتاز جدا لو سجلت عملياتك بالكامل طبعا إحنا كده قربنا على الانتهاء وأنا اللي أنا بتكلمه يعني بعصبية شوية دي بصفتي إن أنا أستاذ في الجامعة ونائب رئيس جراحة المناظير وبتمنى الصالح والصح للمريض وبرضو أيضا للطبيب إن يكون أفضل وأفضل والأجيال اللي جاية تكون أفضل مننا بكتير جدا جدا إن شاء الله حلقات صحة حوائها حلقات طبية مقدمة من الأستاذ الدكتور أيمن حمود أستاذ أمراض النساء والتوليد وكل الطب ونائب رئيس جامعية جراحة المناظير المصرية وإن شاء الرحمن الحلقات بتكون كل أسبوعين لحالة صحية بس إنها مش قادرة تتبقى أسبوعيا إلى أن نبدأ بعد كده نرجع تاني أسبوعيا إن شاء الله حلقاتنا بترفع على اليوتيوب بانتظام يمكنكم متابعة هذه الحلقات على موقع قناة الـ HBC في اليوتيوب باسم حلقات صحة حوائها الأستاذ الدكتور أيمن حمودة على قناة الـ HBC هنرقاكم على خير بعد أسبوعين على هذه القناة الممتازة إن شاء الرحمن يوم الأحد بعد أسبوعين بإذن الله ساعة ساعة مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر